اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان اهتمام مملكة البحرين بتطوير القطاع البيئي يأتي تكريسا لجهودها في تعزيز حماية البيئة على المستوى الدولي ايمانا منها بما يمثله هذا القطاع الحيوي من دور في الدفع بعجلة النمو في كافة القطاعات التنموية المختلفة منوها سموه باهمية مراعاة مسارات المتغيرات البيئية المتنوعة لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة تحقيقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه ان الحكومة تواصل مساعيها لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة كأولوية هامة في برنامجها وذلك من خلال تحقيق الاستدامة البيئية المواكبة لمتطلبات مسيرة النهضة الوطنية كإحدى الركائز الهمة لبناء مستقبل الأجهال مشيرا إلى أن تغير المناخ تحدي عالمي يستوجب التعاون الجاد لمواجهته حيث أن المسئولية مشتركة على مختلف المستويات ما يحتم تكثيف الجهود بما يعود بالنفع على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمناسبة تعيينه مبعوثا خاصا لشؤون المناخ حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية بتعينه في هذا المنصب متمنيا له التوفيق في أداء مهمه بما يسهم في مواصلة الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في المجال البيئي على كافة المستويات ويعزز من التعاون الدولي مع مختلف المنظمات الأممية ذات الشأن من جانبه أعرب سعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس منجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام للصعود بالقطاع البيئي وتعزيز أسوسه وعن اعتزازه بالثقة الملكية السامية